المترجم للقناة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة في البداية أول أحب أهنأ الشعبين قيادة وشعبا بعيد الاستقلال رغم 53 وأكد أن مملكة البحرين وسلطنة عمان من قديم الأزمنة تربطهم علاقات قوية من حضارة دلمون في البحرين وحضارة مجون في عمان وتم تأكيد هذه العلاقة أيضا في انضمامهم لدول مجلس التعاون وهذا الشيء الذي انعكس على العلاقات البحرينية العمانية من هذا الوقت إلى يومنا الحالي تشهد ازدهار وتشهد تقوية في الروابط وأيضا زيارة السلطان هيثم بن طارق المعظم لمملكة البحرين من دعوة من جلالة الملك في أكتوبر الماضي أكدت هذه العلاقات وأكدت الروابط التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان سواء كانت سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية في كل المجالات وحضورهم في هذه الزيارة أكد على ما تم الاتفاق عليه ففي هذه الزيارة تم إبرام 24 اتفاقية ومعاهدة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان في مختلف الأنشطة والمجالات وهذه اللي هي قوت وعززت مكانة مملكة البحرين وسلطنة عمان في علاقاتهم اللي هم موجودة وذحنا بنرجع للتاريخ أننا العلاقات واللجنة العمانية البحرينية قديمة من سنة 1992 موجودة ما بين البلدين وعلى استمرار في التعاون وأيضا هناك لجنة أخرى مشتركة اقتصادية ما بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تحت مضلة غرفة تجارة صناعة البحرين وأيضا غرفة تجارة صناعة مسقط كل هذه المجالس العمان المشتركة وكل هذه التعاون الموجود في ما بيننا وما بينهم أخوة اللي خلاننا اليوم نحن نتكلم أنه فيه ما لا يقل عن تسعمية شركة بحرينية تعمل في سلطنة عمان واربعمائة وتسعين شركة عمانية تعمل في مملكة البحرين نقدر نقول نحن في ظل توقيع هذه الاتفاقيات وظل تفعيلها صار التبادل الاقتصادي البحريني بين سلطنة عمان بحرين يعني في النص الأول من هالسنة وصل تقريبا في حدود المليار والله هو بزيادة عشرة في المائة عما سبقته من العوام وهي تأكيد أنه فعلا لهذه الاتفاقيات وهي التبادل اللي قاعد يصير أنه وصل حق النتيجة المطلوبة ووصل أنه فعلا فيه فرص في عمان لمستثمرين وشركات بحرينية وكذلك فيه فرص استثمارية في مملكة البحرين لمستثمرين عمانيين وهذا الشيء إذا يعكس أن الدولتين عندهم سياسة تبنتها في مملكة البحرين نحن عندنا رؤية 2030 وسلطنة عمان هم عندهم رؤية 2040 أقروها في أكتوبر 2021 وهذه نقلتهم نقلة نوعية مختلفة عن ما سبقتها من السنوات وهذا الشيء اللي خلى المعاهدات والاتفاقيات بيننا وبينهم يكونون لأنهما اليوم من الاقتصادات العالمية الواعدة لأنهما أيضا بعد صار مركزهم بالنسبة للاقتصاديات العالم في المرتبة الـ 64 وأيضا أن البحرين من أبرز عشر دول تتعامل مع سلطنة عمان من ناحية تبادل الاقتصادي من ناحية أن يكون ما بيننا ما بينهم أمور وتبادلات اقتصادية وأيضا تم تأسيس شركة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاتفاقية الأخيرة اللي كانت موجودين في أكتوبر اللي كانت تحت جرات الملك وجرات السلطان براسمال 10 مليون ريال عماني وهي هدفها أنها تستثمر في الأمن الغدائي وهذا اللي يتوجه مع رؤى البلدين سواء في رؤيتهم أو رؤيتنا يعني كل هذه الأمور وكل هذه الأرقام والأحصائيات تؤكد أن هناك متانة وهناك علاقة قوية قبل ما تكون اقتصادية وهي اجتماعية وتربط هذه الشعوب ودائما يكونون في يد واحدة ومستقبل واحد إن شاء الله إن شاء الله سعدتنا بحمد سلوم كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثامنة شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة شكرا شكرا